طيب حالة الدوليين يمكن طبعا الفترة الأخيرة بنتكلم سبعة من الآلف منتخبنا الوطني علي معلول مع تونس بدري بنوم مع المغرب فبنتكلم في تسعة من التشكيلة الأساسية الجهاز الفني تعامل زي بقى مع عودة الدوليين ومتى جاهزيتهم كمان يا كريم في الظل أن في أخبار أرناها على أن أفشا ممكن ما يلحقش أقرم توفيق ممكن ما يلحقش أيمن أشرف كمان عايز أتطمن على حالته هل ممكن يكون موجود في الماتش ولا لا صعب أنه يكون موجود في لقاء السوبر يعني في البداية محمد طبعا احنا متوجدين تعرف طبعا مع بعض الفريق النادي الأهلي الأخبار الصحيحة طبعا من خلالكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي الكل جهز محمد الكل أدى الحقيقة تدريب أمس أكثر من رائع شوفنا التأسيم القوي جدا لبيتسو مسماني اللي كان فيها حماس كبير جدا وراجل حقيقة كل اللاعبين الحقيقة لأن الجدية كانت كبيرة الانتزام بالتعليمات كانت كبيرة إنهاء الفرس بهجمات ده كان أمر مهم جدا وكان بأهداف عفوا كان أمر مهم جدا بالنسبة لبيتسو مسماني واللعبين الراجل حرص بشكل كبير جدا أن يكون فيه تدريب مكتف خلال الآيام الماضية بالنسبة طبعا لفريق النادي الأهلي على التاكتك لكن أمس الحقيقة كان تدريب أكثر من رائع لكل تألق فيه وأنهى كمان الحقيقة بيتسو مسماني التدريب بركلات الترجيح طبعا تحصبا أنا المباراة لأنت تتافي على تسعين دقيقة كل الحقيقة بيقدي بشكل جاي جدا لكل أحرز أهداف تألق الحقيقة علي لطفي وحمزة ومصطفى شبير فيه تركيز وفيه حماس كبير الجانب المعنى هو الجانب النفسي للشغل كان من أول دي يا محمد يعني عقب وصول كل لعبين للدوليين لطبعا نبعت فريق النادي الأهليام فيه عنده الإقامة والاستقبال الجيد من مجلس الإدارة بشكل كامل كمتن محمود الخطيب بيتسو مسماني الحقيقة والجهاز الفني اللي حاية اللاعبين لأن الأمر ده مهم جدا الحقيقهم على أداهم وطالبهم لهم يقفلوا الصفحة تماما ويكون فيه تركيز أكبر أول تدريب كان مؤشر كبير جدا وجهد جدا اللي احنا شفنا حالة اللاعبين لكن انبارح الحقيقة أول مرة نشوف الصفوف مكتملة لفريقة لنادي الأهلي مدي أنا مؤشر إيجابي كبير جدا ومدي أيضا كمان جمهور النادي الأهلي مؤشر أكبر أنت عارب يتبعوا الأخبار كلها محمد من خلال شاشتنا شاشة قناة نادي الأهلي فالحمد لله كل المؤشرات إيجابية ما قدرش أقولك فيه لعبة يكون متواجدة أو مش متواجدة على قد ما قدر أقولك أن كل اللاعبة جاهزة لها دي المباراة لعبين الدوليين واللعبين المقايديين فيها القائمة هي بس رؤية فنية طبعا خاصة ببيتسو مسماني الأجدر والأول إن شاء الله يكون التوفيق معاه والأجهز فنيا وبدنيا يكون لي مكان كبير ويكون لي دور أكبر إن شاء الله ونقدر نرفع السوبر إن شاء الله يا حمد يوم الأربعاء يوم 22 على سيد أحمد بن علي آخر سؤال عشان ما تقولش عليك أنا عارف أنك عندك دلوقتي بقى متحرك للمؤتمر الصحفي والتدريب الرئيسي على ملعب أحمد بن علي السوداسي بالتأكيد اللي ما تأيدوش في القائمة الإفريقية الأولى ممكن يتأيدوا في القائمة الإفريقية التانية تم الاستقرار على الستة ولا الجديد في المسألة دي يا كريم وكمان قائمة العشرين اللي هتخوض المباراة هيتم الإعلان عنها اليوم ولا هيتم الإعلان عنها بكرة قبل المباراة يعني قائمة العشرين لعب هبدأ معكم الآخر قائمة العشرين لعب سيتم الإعلان عليها صباح الغد إن شاء الله بإذن الله لكن أكيد طبعا من خلال الكوليس الخاصة بنا في خلال الساعات القادمة حاول طبعا إحنا نكتب بشكل كبير عشان نقدر نكون على معلومة طبعا على العشرين لعب المتوجدين لكن الطبيعي هيكون صباح محمد إن شاء الله بإذن الله الأمر الثاني طبعا ممكن بقولك الأمر كله طبعا متجه إلى السوبر مقدرش أحسم لك وأقولك الفترة اللي جاية أول مورها تبقى ماشية إزاي على قد مقدر أقولك أن السوداسي اللي تم قدم طبعا في السوبر الأفريقي إن شاء الله بإذن الله كلهم دور كبير في المباراة اللي بنعملها إن شاء الله من نصيب النادي الأقل كريم أنا بشكرك وبشكر عويضة مدير التصوير وبشكر داكروري المخرج معاكم في تغطية الكواليس الميزة في الكواليس يا جماعة اللي عبر شاشة قناة الأهلي الصورة بمعلومة